يسألونك عن أهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البرء بأمتات البيوت من غرورها ولكن البرء من اتقاه واتقوا الله لعلكم تفرحون وأتوا البيوت من ألوانها واتقوا الله لعلكم تفرحون وقاتلوا في سبيل الله الذي ليقاتلونكم ولا تعتلون إن الله لا يحب المعتدين وقاتلوهم حيث ثقفتوهم وأخرجوهم من حيث أخرجوهم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوهم فيه فإن قاتلوهم فقتلوهم كذلك جساب الكافرين فإن تذوف إن الله رفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن تذوف لا عدوان إلا على الخارمين أشهده الحرام بالشهر الحرام والحرمات والقصاص فمن اعتدى عليهم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وابتقوا الله معلموا أن الله مع المتقين وأنقموا في سبيل الله ولا ترقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنون إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرات لله فإن احسنتم فما استيسر من الهدي ولا تخلقوا روسكم حتى يبلغ الهدي محلة فما كان منكم مني طلوبه أبا من رأسه ففدية من رصيا ففدية من رصيا منه صبقة نور سكر فإذا أبنتم فما تمتع بالعمرات إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يعد فصيار ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا ونعتم تلك عشرهم كاملة ذلك لمن لم يكن أنه حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العظمى الحج أشغر المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا تسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمهم الله وتزولوا فإن خير الساد التقوا واتقوا لي يا أولي الباب ليس عليكم جناح لن تبتغوا فضلا من ربهم فإذا أفقتم من عرفاتها فاذكروا الله عند المشحر الحرام واذكرواه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا بالحيث وأفلق الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباء الموعة وشد بقراء فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سبيع العساب ترجمة نانسي قنقر